الاجتماع ومخرجاته الضمانة الخاصة بوجود أو حضور سيد رئيس الجمهورية في مرحله النهائية تمام تمام وطبعا سترفع إليه هذه النتائج أو ما سيخرج بحالة الحوار كيف ترى هذه الضمانة؟ أرى أنها الضمانة المؤكدة لدعوة صديقة حقيقة أطلقها سيد رئيس الجمهورية تضمنها الدولة وبالتالي رفع مخرجات الحوار إلى سيادة الرئيس معناها الانتقال للمرحلة الأخرى اللي هي الانتقال الجزء التشريعي اللي ترجمت هذه المخرجات إلى قوانين أو إلى إجراءات حقيقية على الأرض تبتدي يشعر بيها المواطن كمردود لمخرجات هذه الحوار ولذلك إحنا كنا بنتكلم أن المجموعات المشاركة في هذا الحوار يجب أن تكون على دراية أو تقدم ما يصلح بالفعل للتطبيق وفق البيانات الواقعية الحقيقية الموجودة على الأرض أو من واقع الأرض حتى تستطيع الدولة أو حتى يكون في المقدور أن تتحقق هذه إجراءات عاوز بس أشير عمر فيه إيمان نبيه في البوستات اللي معانا نعرضه دلوقتي مهم الإشارة إيمان هي بتقول في الآخر واللي هيشترط وغير مرحب بيه أساساً هيتم استبعاده ده هي بتقول يعني اللي هيقعد لمصلحة البلد ومرحب بيه أهلا وسهلاً واللي هيتشرفت وغير مرحب بيه أساساً هيتم استبعاده ده على حد قلها آه طبعاً وفيه بوستات تانية زي مثلاً بوستاني أمات الله بتقول تخيانك أنت لو رحت ألمانيا هتقول لهم مفيش حوار وطني من غير الحزب النازي ده فيما يتعلق بيعني تشبيه أهل الشر أو الاختلاط على بعض الأمر فريدة برضو أيلى كلام حقيقي أبدول الرئيس بيقول حوار وطني يعني لصالح الوطن نقول أفكارنا وعلمنا لنهود الوطن وحل المشاكل وليس نقد بدون تفكير ودراسة وتشكيك مهم بقى ناخد الثلاثة بوست دول ونحطوهم تحت كده عنوان رقم واحد الحوار ده ليس فرصة أو ليس باباً مفتوحاً لتحقيق مكاسب سياسية يعني هذا حوار وطني يسع الجميع أو يتسع للجميع ليس فرصة أو ليس باباً كي تحقق أو تتصور بعض الرموز الحزبية أو بعض الكيانات الحزبية أنه يمكن عن طريق هذه الدعوة أن تحقق مكاسب سياسية على السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت هناك بعض من تكلم هل هيبقى فيه ترجمة لهذا الحوار الوطني لبعض الأحزاب أنها تدخل البرلمان هل هيبقى فيه ترجمة أن يعني يتم تولية لمناصر تقريباً معظم الأحزاب هي موجودة في البرلمان يعني أو اللي هي القوى الموجودة في الشارع يعني أنا بكلم على طبعاً ده صحيح بس أنا بكلم على الرأي بعض الرأي اللي موجود يعني هي مش تأسيم غنائي قدم هو مشاركة يعني هي مشاركة ومهم التأكيد على أن البرلمان أو المؤسسات الشعبية مؤسسات المشاركة الشعبية مش الدولة اللي بتفتح لها الباب لكن الكيان الحزبي واتصاله بالجماهير على أرض الشارع هي اللي بتكون جواز المرور لتمثيل برلماني كما هو معتاد في أي نظام ديمقراطي المعنى أن هذا الحوار ليس أو لا يفترض أن يتخذ أو يتصور البعض أنه طريق لتحقيق مكاسب من نوع ما ده رقم واحد رقم اتنين كان فيه برضو كلام عن أن احنا عندنا مئة حزب يا عمر مئة حزب أكتر من مئة حزب على كم هذه الأحزاب إلى أن المخرجات أو المردود إلى حد ما قليل هناك كمان مردود يعني التنظيم الحزبي إلى حد ما وده بيرجع للأحزاب لا يعود للدولة يعني وده إرث طويل يعني احنا بنكلم في إرث طويل هو طبعا ده إرث طويل ولكن على الحركة الحزبية أن تتخطى هذا الإرث وتساهم الدولة تخطى إرث طويل من مشاكل مختلفة متعددة وبالتالي على الطرف الآخر أو فيما يتعلق بالحياة الحزبية الأطراف الحزبية أو الكائنات الحزبية أو الرغبين في أحزاب أو أصحاب الرؤى الحزبية عليهم أن يتخطوا هذا الإرث ويقدموا الرؤى المفترضة في تواجدهم كحركة حزبية أو كشكل حزبي في الحياة المصرية فيه برضو تكلمنا قال لك أن الدولة المفترض أنها لما يتكلموا على ضعف الحركة الحزبية أو ضعف كتير من الأحزاب يقول لك الدولة هي المفترض أن تصنع الأحزاب هذه فكرة الحقيقة يعني غير منطقية وغير معهودة لأن المفترض أن الحركة الحزبية تصنع نفسها يعني إيه تصنع نفسها يعني إيه الحزب يعني مجموعة من المواطنين لديهم رؤى أو فكرة مختلفة قد تكون مختلفة عن فكرة الدولة وقد تكون منصرة فكرة الدولة وقد تكون لديها ملاحظات على أفكار الدولة هذه الحركة أساس الحركة الحزبية أن هؤلاء أو هذه المجموعة يكون لديهم الحقيقة بالفعل قواعد شعبية في الشارع مختنعة بهذه الأرى لو لم يكن للتكتل الحزبي أو الكيان الحزبي مرضود أو قواعد أو اتصال بالمواطن البسيط في الشارع هنا لا أستطيع أن أسميه حزب أو لا أستطيع أن أطلق عليه كيان حزبي هل فكرة أن بعض الأحزاب المتشابهة في بعض الطيرات أو لو حركت تذكر يعني بعد يناير 2011 كان كل مجموعة كل عائلة كل أسرة بتشكل حزب درنيا تشكل حزب مش موجودة في الواقع ودخلنا في فكرة اتلافات لو تفتكر مضبوط وكان كل عشرة في هل إحنا بحاجة إلى الأحزاب ذات الطير الواحد أن هي تتآلف في تكتلات أكثر قوة وأعتقد أن الحزب زي ما بنقول هو رؤية مختلفة لتحديات مختلفة الحزب ليس كما يتصوره البعض أنه هو دخول برلمان فقط بالعكس أنت أنا حزب بدخل البرلمان في محاولة له خلق أو دعم كتنظيم سياسي كبير اللي هو تنظيم تحت قبة البرلمان لتحقيق متطلبات المواطن تحقيق جودة لتعليم المواطن تحقيق امتداد أو دورية أو استمرار لخدمات صحية للمواطن يعني دخول البرلمان ليست النهاية كما يتصور البعض أو بعد 2011 عمر كان الفكر يتلخبط شوية وكان دخول البرلمان هو زي ما يكون مكافئة نهاية الخدمة هذه ليست صحيحة بالعكس بالنسبة لأي حركة حزبية أو أي نائب دخول البرلمان ده بداية لتقديم خدمات إذن أصحاب الأحزاب صاحبة الرؤية الوحدة لابد أن تندمج فيه كيان واحد لأنه لا يتصور أن يكون هناك 20 حزب كلها لها نفس الرؤية أو كلها لها نفس الطموحات وفق رسومات بيانية وحدة هذا يعني برضو مناقض لفكرة الحياة الحزبية السليمة يعني دايماً بيبقى الحزب مكون أو مشير أو تكتل لمجموعة من أصحاب الرؤية الوحدة في إطار ولهم تأثير على الأرض ما لسه أقول لك في إطار دعم المواطن على الأرض هذا الحقيقة الفترة اللي فاتت اللي بتقوم بالدولة يعني الدولة هي اللي بتدعم المواطن على الأرض من كافة لاحتاجات متصور إحنا كأنا يعني مصري أو إحنا كمصريين محتاجين رؤى أخرى تدعم أو تبني على ما قدمته الدولة للمواطن البسيط مهم الإشارة إلى أن المواطن البسيط المواطن أهلين اللي 90% من أهلين لا يعرفون أو ليس لديهم ومش مطلوب أنه يكون لديهم فكرة عن تشابكات وتعقدات السياسة هو محتاج توفير حياة كريمة هذا ما تقوم بالدولة صحيح اشتركوا في القناة